اشتركوا في القناة دول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 28 واستعرض جلالة الملك المفدى واخوه خادم الحرمين الشريفين واصر العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات معربين يحفظهم الله عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه هذه العلاقات الراسخة المتميزة لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين كما تم بحث تطورات الاوضاع في المنطقة والمستجدات الاقليمية والدولية والتأكيد على اهمية تعزيز التشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا والتحديات بما يحفظ امن واستقرار المنطقة وشعوبها وجرى كذلك استعراض اهم الموضوعات المدرجة على جدول اعمال القمة العربية واعرب العاهلان يحفظهم الله عن اهم املهما في ان تسهم القمة العربية في تعزيز التضامن العربي وتقوية العمل العربي المشترك والنهوض بقدرات الامة العربية وتطوير مجالاتها الاقتصادية والتجارية ودفع عجلة تنمية لكل ما فيه خير وصالح الدول العربية وشعوبها الشقيقة مشهدا جلالة الملك المفدى بالجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الامة العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك حضر اللقاء الوفدان المرافقان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر